المسارات التعليمية لما بعد البكالوريا والإجازة والمصر والتكوين المستمر في صلب ملتقى الطالب الدولي بالدار البيضاء موعد للإطلاع والتعرف على إمكانيات الدراسة في المغرب والخارج هدى حاصلة على ديبلوم في الهندسة تبحث عن آفاق أخرى وعد في مسارها هذا الحدث الدولي يجمع العديد من الجامعات والمؤسسات يستهدف الطلبة والحاصلين على البكالوريا والموظفين وغيرهم الوجود دينا اليوم كان درج في الانفتاح لكي تنهجو الجامعة لكي نقرب الجامعة من الطلبة والتلاميذ ونجلبها الأسئلة ديالهم هذا المعارض ليكي يجي باش يقرب المعلومة من طلب الحاصلين على البكالوريا باك بلش دو الإجازة أو الماستر وكذلك المهنيين اللي بغوا يدوروا تكون مستمر الهدف من هذا الملتقى هو أننا نقرب المعلومة هذه التظاهرة تعرف مشاركة أزيد من 12 بلدا فرصة لتوجيه الطلبة نحو مستقبل دراسي يوازي طموحاتهم ويواكب سوق الشغل إضافة لكونها مناسبة لتعزيز المستوى الأكاديمي للمهنيين شكرا 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 شكرا